السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم والحلقة الـ 32 من مسلسل الخائن في الحلقة دي بعد ما تيا لقت التليفون الثاني بتاع سيف وانهارت جدا وما كانتش مسدقة وفي نفس الوقت سيف بيرجع على البيت وبيسأل رانا عن تيا فبتقوله ان هي ما شفتهاش وشكلها ما رجعتش من برا فسيف بيستغرب وبيدخل وبيفضل يدور عليها وتيا بتكون ركبة السيارة وبتفتكر كلام اسيل وبتفضل تبكي وسيف في الوقت ده بيفضل يتصل عليها لكن هي مش بترد فبيسأل رانا وبيقول لها ممكن تكون راحت عند امها فبتقوله مش عارفة وبعدين تيا بتوقف بالسيارة وبتفضل تفكر وبعدها بترجع على البيت وسيف اول ما بيشوفها بيقول لها كنت فين انا قلقت عليكي جدا فبتقوله ان هي كانت مخنوقة شوية من الحفلة وطلعت تتمشى والتليفون كان صامت وعلشان كده ما سمعتش المكالمات بتاعته وبتسأله ان ترجعت دلوقتي فبيقول لها ايوة فبتسأله وصلت يازن واسيل كانت هناك فبيقول لها ان هي ما كانتش موجودة وقال ان هو يستغل الوقت ويقعد يتكلم مع يازن وبعدين بيقعد ويتكلمه مع بعض وبيسألها فيك حاجة فبتقوله لأ انا عارفة ان يازن ابنك بس ما تنساش ان انت برضو عندك بنت هنا فبيقول لها ايه الكلام ده انت مفكراني ان انا هاملكه لا سمح الله فاتية بتقوله لأ انا متأكدة ومؤمنة من جوايا بحبك وارتباطك بعيلتك وبعدها ايمن بيكون قاعد مع اسيل وبيتكلمه قد ان الحفل الخيري كان ناجح وايمن بيقول لأسيل ليه ما انكفقش نفسنا ونطلع نتعشف مكان فاسيل بتوافق وفي ماشهة التاني تيا بتكون قاعدة في البيت بتفتر وبتتفرج على الصور بتاعت الحفل الخيري وبتشوف سيف وهو واقف في الصور جنب اسيل وبتكون متضايقة جدا وفي الوقت ده نورة بتوصل عندها وبتسألها مشتي فجأة ليه من الحفلة ده انتي حتى ما تكلمتيش معايا فتيا بتقول لها ان هي خرجت عشان بتتدايق بس من الزحمة وبتطلب منها ان هي تعود وتفتر معاها لكن نورة بتقول لها سبقتك انا شبعانة وكمان شبعانة كزب وما بتكونش مصدقة الكلام اللي هي بتقوله وبتفضل تبصي لها فتيا بتقول لها انت بتبصي لي كده ليه فنورة بتقول لها بحاول افهم ايه المشكلة يا طرى اسيل ولا يازن فتيا بتقول لها ومين قالك ان انا اصلا باهتم بقى سيل وكمان ما عنديش اي مشكلة معيزا وانتي عارفة كل حاجة ومفيش مشكلة ابدا فنورة بتقول لها اتمنى يكون كده وفي الوقت ده نورة بيجي لها تليفون من هالة وبتقول لها ان هما قلقوا عليها جدا عشان مراحتش الجمعية فنورة بتقول لها ان هي عند تيا وقعدة مع حفيدتها زينب وبتقول لها ان هي مشغولة وبتطلب منها توصل سلامها للصبايا وبتقفل معاها فهالة بتقول للهيبة والمراض زياد ان هي بتسلم عليهم وبتقول لهم كمان ان بسبب بنتها تيا بقت جدة وهي لسه صغيرة واكيد الموضوع ده هيضايقها وبتفضل تتريق عليها وان كمان في الحفلة كانت مهتمة بيها جدا فهيبة بتقول لها ان الموضوع ده عادي هي بتهتمت بنتها زي كل الامهات وبعدين هيبة بتقول لهم على اسيل عملته في الحفلة وحملة التوعية اللي هي كانت بتقولها للناس وبتتمنى كمان ان واحدة زي اسيل تنضم ليهم في الجامعية لان ده هيكون مكسب كبير قوي ليهم وفي ماشهد تاني امل بتكون في الشغل وسامر بيروح لها فبتطلع عشان تشوفه فسامر بيقول لها ان هو استغرب جدا لما اتصلت بيه فامل بتقوله ان هي فكرت في الكلام اللي هو كان قيله لها قبل كده وبتقوله هو انت فعلا لسه بتحبني فسامر بيقول لها وليه اصلا هجزب انا فعلا لسه بحبك فبتقوله هسألك سؤال هو انت اللي هجمت عالدكتورة اسيل فسامر بيقول لها يعني انا بقولك بحبك تقولي للدكتورة اسيل فبتقوله لانها غالية على قلبي فسامر بيقول لها ان هو مقربش من الدكتورة اسيل ولا حتى لمزها فبتقوله كنت خايفة جدا عشان انت كنت قيل انك عايز تنتقم وقلقت جدا عشان كده كلمت الدكتورة اسيل لكن قالتلي ان سامر مش هو اللي عمل كده وكمان بعد ما انت قلتلي الكلام ده دلوقتي انا استريحت فسامر بيطلب منها ان هي تصك فيه بعد الكلام اللي قالته الدكتورة اسيل وامل في الوقت ده بتفتكر كلام الدكتورة اسيل لما قالت لها ان هي متأكدة ان سامر هو اللي عمل كده فامل قالت لها ان هو لازم يتعاقب ونثبت ان هو اللي عمل كده واسيل قالت لها ملكيش دعوانتي بالموضوع انا اللي هثبت كل حاجة لان اسيل مش عايزة سامر يقذي امل مرة تانية فامل بتقول لها اسمعيني انا عندي فكرة وبعدين امل بتقول لسامر لو بس توعدني ان انت تبعد عن كل حاجة وحشة بتعملها فسامر بيقول لها وعيدي كان مستعد احلفلك باي حاجة وبيحدونها فامل بتحط ايديها على راسه وبتفضل تفكر وفي نفس الوقت اسيل بتكون في المستشفى وبيجي لها تليفون من امل وامل بتقول لها ان سامر كان عندها دلوقتي وان فيه جرح في راسه وفعلا عندك حق سامر هو اللي هجم عليكي في البيت فاسيل بتقول لها مش عايزاكي تشوفيه لكن امل بتعرفها ان هي بتشوفه في وسط الناس وفي اماكن عامة فاسيل بتقول لها مش عايزاكي تتعرضي للخطر لكن امل بتقول لها ما تقلقيش انا مش هخليه شك في اي حاجة وبعدها نورة بتكون قاعدة مع تيا وتيا بتفكر الوقت اللي شافت فيه السور على تليفون سيف فنورة بتسألها فيكي حاجة لكن تيا بتقول لها انت ليه مصممة قلتلك مفيش حاجة فنورة بتقول لها انا امك وانتي كمان بقيت ام واكيد لو شفت بنتك متضايقة هتحس بيها في حاجة بينك وبين سيف فتيا بتقول لها انا وسيف فاحسن حالتنا ومش هسمح لاي حد ان هو يبوز حياتي فنورة بتقول لها معناه ايه الكلام ده هي اسيل قالتلك حاجة فتيا بتفتكر الكلام اللي قالته لها اسيل عن سيف وبعدين بتقول لنورة كلام سخيف وانا مش هسمح لها تعمل اللي هي عايزاه وانا وسيف مش هننفصل فنورة بتقول لها انفصال ايه يا تيا هو انت تجننتي ارجاعي لعقلك فتية بتقول لها ان هي عقلة وعارفة ان اسيل عايزة توصل لكده ومش اخليها تستمتع باللحظة دي ومش هسمح لاي حد ان هو يخرب زواجي وفي الوقت ده سيف بيتصل بتية وبيطلب منها ان هي تلبس الفستان اللي هو جابه لها علشان هيخرج ويتعشوا مع بعض النهاردة وبعدها ايمن واسيل بيتعشوا مع بعض وايمن بيقول لها ان هي ممكن تكون صدفة بالنهاية وان الشخص عنده ثوابق وممكن يكون في مشكلة بينه وبين حد فاسيل بتقوله ان هي شكة ان الشخص اللي هجم عليها هو سامر وان سيف هو اللي ورا القصة فايمن بيقول لها انا عايز اقول لك حاجة احسن حل ليه كنتم اللي اتنين ان كل واحد يقسس بيت لوحده فاسيل بتقوله ان سيف قسس بيته فايمن بيقول لها عارف انا بقصدي كنتي فبتقوله تقصد ان اتجوز مثلا فايمن بيقول لها ليه لأ ولو تحبي انا ممكن اتجوزك فاسيل بتفضل تضحك وبتقوله شكرا يا ايمن وفي الوقت ده تيا وسيف بيوصلوا على المطعم وبيشوفوا ايمن واسيل وهم قاعدين مع بعض فاسيف بيقول لها لو تحب نغير المكان لكن هي بتقوله هو انت اتدايقت ولا ايه فبيقول لها لأ فبتروح ناحية اسيل وبتقولها هتتدايق لو قعدنا هنا فبتقول لها مفيش مشكلة فبيقعدوا على الترابيزة اللي جنبهم واسيل وايمن بيفضلوا يتكلموا وسيف بيفضل يبص لهم وبيكون مركز معاهم وتيا بتاخد بالها وشكلها بيكون متدايق وايمن بيقول لأسيل تحب نمشي لكن اسيل بتقوله احنا لسه مخلصناش اكل فايمن بيقول لها خلينا مبسوطين لان العشاء ده مهم وانا عرضت عليك الجواز فيه فاسيل بتفضل تضحك وتيا لما بتلاقي سيف مركز مع اسيل بتقوله هو احنا قاعدين مع بعض ولا ايه وفي نفس الوقت جمانة بتكون قاعدة مع ندين وبتعرفها ان هيب عايزة تدخل اسيل في الجمعية فنادين ما بتكونش مصدقة وبتقول لها ان اكيد نورة هتتشل فجمانة بتضحك وبتقول لها ممكن كمان تعمل حريقة في الجمعية وبعدين جمانة بتقول لها ان الوقت اتأخر فنادين بتقول لها شفتي الساعة بقت كام ولسه سالم مرجعش فبتقول لها يمكن يكون عنده شغل ولا حاجة في المكتب ودلوقتي هيجي لكن ندين بتقول لها انا تعبت وملت من الموضوع ده سالم بيعتبر البيت زي اللوكاندة وعلى طول بيتأخر لنص الليل وبيسيبني لوحدي فجمانة بتقول لها انت بتهزري هو انت معتبر نفسك لوحدك وانا معاك ولو انت متضايقة خلاص هفضل معاك شوية وبعدها تيا بتقول لسيف ان المطعم حلو جدا وسيف بيكون قاعد وعمال يبص على اسيل وبعدين بيستأذن من تيا وبيقول لها ان هو هيروح الحمام وفي الوقت اللي بيكون رايح في الحمام بيفضل برضو يبص على اسيل وبعدين بيرجع وبيقول لتيا ان هو هيتطلب الحساب فتيا بتقوله ان هي اللي هتدفع لانها عزمة وبعدين بتاخد سيف وبيمشو فايمن بعد ما بيمشو بيطلب هو كمان الحساب لكن بيعرفوا ان الحساب اندفع وان تيا هي اللي دفعته فايمن بيستغرب جدا وبيبص الاسيل وبيقول لها مجنونة دي وبعدها جمانة بتكون ماشية من عند ندين فنادين بتقول لها انا متضايقة جدا عشان قلت لسالم ان انت جاية وبرضو هو مجاش فجمانة بتقول لها ان هو لو كان جي كان هيفضل يسألنا بتقوله ايه عليا واحسن ان هو مجاش وبعدين بتقول لها ان هي هتمشي فنادين بتشكرها على كل حاجة وبعدين جمانة بتركب السيارة وبتتصل على سالم وسالم بيكون في المطعم عند دانا وبتقدم له مشروب وطبعا ما بيكونش مركز في التليفون وفي الوقت ده ايمن واسيل بيوصلوا عند البيت وجمانة بتشوفهم وهي قاعدة في السيارة واسيل بتقول للايمن انبساطنا فايمن بيقول لها فعلا قضينا وقت حلو وبيقول لها كمان ان هو لما تكلم معاها ما كانش بيهزر ولما تكرر يتغيري حياتك هتلاقيني موجود لان انت بحاجة لشريك واتمنى اكون انا فاسيل بتفكر في كلامه وبعدين جمانة بتمشي بالسيارة واسيل بعدها بتدخل على البيت ويزن بيكون قاعد مع مايا وامل وبيلعبوا مع بعض وبتسلم عليهم وبتشكرهم جدا لان هم فضلوا مع يزن وفي الوقت ده بيجي لها تليفون من سيف وبيقول لها انت سيبتي ابني وخدتي بعضك وخرجتي مع الغابي اللي اسمه ايمن فاسيل بتقول له انت اصلا ملكش دعوة بالحاجات دي ودي حياتي وانا حرة فيها فاسيف بيقول لها لو اتجوزت النصاب ده انا هاخد ابني منك تاني يوم لاني مش هخليه مع زوج ام فاسيل بتقول له هو انت مش متجوز ولا مرات اب شايفها عادي وطبعا سيف بيكون هيتجنن وبيقول لها شيلي من دماغك فكرة الزواج فاسيل بتزعق له وبتقول له ملكش دعوة انا مليت من تصرفاتك ومن تدخلك الزيادة في حياتي ابعد عني بقى وسيبني في حالي وبعدين بتقفل التليفون في وشه وبعدها سامر بيبعت رسالة لسيف عشان الفلوس بتاعته وفي نفس الوقت امل بتوصل على البيت وبتكون مايا معاها في التاكسي وسامر بيكون واقف ومستنيها فمايا بتقول للامل ايه اللي جابه هنا فامل بتفهمها ان هي بتساعد الدكتورة اسيل وبعدين سامر بيسلم على مايا الطريقة مش كويسة فامل بتقف معايا ومايا بتمشي وامل بتقول له حسن طريقتك شوية في الكلام انت احركتني جدا قدامها وبعدين بيسألها انت كنت فين معيها لحد دلوقتي فبتقول له ان هما كانوا عند الدكتورة اسيل عشان هي كانت في مشواره وكانوا قاعدين معيزا لان حالتهم صعبة جدا فبيقول لها كنت عرفتيني لان بقالي شوية عمالة لفة حوالين البيت زي المجنون فبتقول له ما تقلقش علي زي ما الدكتورة اسيل قدرت عليه لوحدها انا كمان اقدر عليه لوحدي ولا انت انسيت لما قدرت عليك فسامر بيقول لها ان هي وحشته فبتقول له وطي صوتك عشان كده الجيران هيسمعونا وبتسيبه وبتطلع على فوق وبتقول له يلا امشي وفي نفس الوقت اسيل بتكون في البيت وعمالة تفكر في كلام ايمن عن الزواج واسيل بتقول له ان هي ويازن مروا بحاجات صعبة جدا وكمان يازن لسه ما فقش من الصدمة بتاعت جواز ابوه ومش هقدر عايشه الصدمة دي مرة تانية فايمن بيقول لها ان يازن زكي وسعادة امه اكيد هتأثر على حياته وبعدها يازن بيكون في القوضة وبيطلع اسورة وبيمسكها في ايده وبتكون الاسورة بتاعت نورة اللي طلبت من تيا ان هي تاخدها وبيفتكر لما رح وسرقها في الحفل الخيري وفي نفس الوقت اسيل بتدخل عنده واول ما يازن بيشوفها بيخب الاسورة ورا ظهره فاسيل بتقول له ايه اللي انت مخبيه ده فيازن بيقول لها مفيش حاجة ولما بتصمم بيفهمها ان هو جايب لها هدية ومش عايزها تشوفها لحد ما يجهزها وفي ماشهة تاني نورة بتكلم تيا وبتسألها عن الاسورة فتيا بتقول لها ان القطعة دي ما تبعتش لكن نورة بتقول لها ان هي مش لقياها فتيا بتقول لها دوري عليها في السيارة فبتقول لها ان كنان دور عليها وملقهاش وبتطلب منه تاني ان هو يروح ويدور لكن كنان بيتريق عليها وعمات بيفضل يضحك فبتقول لتيا ده اللي انا باخده منهم وبتسألها وبتقول لها ايه اللي حصل فتيا بتقول لها ان سيف كان مرتب جدا فنورة بتقول لها ماشاء الله وبعدين بتقول لها ان هي هتقفل معيها عشان تشوف زينب. فبتطلب منها ان هي تدور لها على الاسورة مرة تانية. وفي مشهد تاني سالم بيكون في المطعم مع دانا وبيتفاجئ ان سيف وصل. فبيقول له انت جيت امتى. فسيف بيقول له هو انت مش بعدت رسالة عشان اجي. فسالم بيقول له انا قلت اكيد ان انت نسيت. لكن سيف بيقول له انت عارفني من زمان ما بنساش حاجة. وبعدين سيف بيبص على البنت وبيقول له في حاجة بينك وبينها. طبعا سالم بينكر وبيقول له لا. سيف بيقول له متأكد وبعدين بينده عليها وبتجيب له المشروب بتاعه. فبيقول له بس هي مهتمة بيك زيادة. فسالم بيقول له قلت لك مفيش حاجة بيني وبينها خلاص بقى. فسيف بيقول له مفيش داعي تجذب. انا مش بهجمك هو دايما الممنوع مرغوب. وبعدها ناديم بتكون واقفة في الشارع. واسيل بتخرج قدام البيت وبتشوفها. فناديم بتقول لها ان هي بس كت بتغير جو عشان متضايقة شوية. فاسيل بتقول لها لو في اي حاجة وعايزة تتكلمي انا موجودة. فبتشكرها وبتمشي. وفي نفس الوقت سيف بيكون لسه قاعد مع سالم. وبيقول له صدقني مش مستهلة ان انت تغامر بزواجك عشان واحدة زي دي. فسالم بيقول له مين اللي بيتكلم مش انت عملت كده وخنت مراتك وبقيت اقوى واغنى من ورا الخيانة دي. فسيف بيقول له ان هو دفع التمن وكمان ندم. وبيقول له كمان انت معاك ست كويسة جدا. وعلى طول بتستحمل اخطائك. ولما بيجبر البني ادم بيعرف ان الست اللي بتستحمله وبتتحمل اخطائه بتكون هي السند الحقيقي. وبعدين بيسيبه وبيمشي وسالم بيفضل يفكر في كلامه. وبعدها سالم بيرجع على البيت وبيطلع وبيلاقي نادين نايمة. فبيبصلها وبعدين هي بتبصله وبتكون عمالة تبكي. فبيقعد جنبها وبيقول لها ان هو دايما بيغلط وفي الاخر بيرجع لها. فنادين بتقول له شكلك شربت كتير ومستحمة. فبيقول لها امتى هنروح عشان نعمل التحليل. احنا لازم فعلا نخلف ولد. وفي نفس الوقت اسيل بتدخل وبتتطمن على يزن وهو نايم. وكمان سيف بيتطمن على بنته زينب وبيكونوا الاتنين قاعدين وعمالين يفكروا. وبعدين سيف بيكون في السيارة وبيتفاجئ ان في سيارة تانية وقفت قدامه. فبيبصوا وبيتفاجئ ان فيها سامر. فبينزل من السيارة وبيروح له. فسامر بيقول له انا قلت ان انت مش بترد علي في الرسائل فقلت افكرك بنفسي وبالفلوس بتاعتي. فسيف بيقول له من يوم ما قسرت الاتفاق بتاعنا وانا نسيتك. وما لكش عندي اي فلوس. طبعا سامر بيتضايق لما بيسمع كده. وبيقول له هو انت عمرك شفت حد بيتنازل عن حقه غير في الافلام. فسيف بيقول له شيل سيارتك من هنا. وما لكش عندي اي فلوس واحمد ربنا ان انت لسه عايش. فسامر بيقول له انتبه على كلامك. وانا هندمك. فسيف بيقول له انت عارف بتهدد مين تعال الروح على الشرطة وانا هسجنك. فسامر بيقول له اعمل كده وحاول تقزيني. وصدقني مش هتعجبك ردة فعلي. وهتشوف انا هعمل ايه وقتها. وبيعرفه ان هو عايز ضعف المبلغ. وكمان يكون عنده النهاردة وبعدين بياخد السيارة وبيمشي. وسيف بيكون واقف متضايق جدا من الكلام اللي قاله له سامر. وبعدها اسيل بتدخل القودة عند يزن وبتصحيه. لكن يزن بيكون نايم ومش عايز يقوم. فاسيل بتبصه بتلاقي القصورة جنب المخدة. فبتمسكها وبتقوله هي دي الهدية بتاعتي. فيزن لما بيشوف كده بيتفاجئ وبيقول لها ايوة. فبتقوله ان هي شكلها غالي جدا. فبيقول لها ان ابو بيدي له مصروف وهو كان بيحوش واشتراها لها. فاسيل بتقوله احنا بنيديك المصروف ده عشان تجيب بي حاجات لنفسك. مش علشان تجيب لنا احنا. وبتلبسها وبتقوله ايه رأيك فيها. فبيقول لها لو مش عجباكي خلاص هاتيها. لكن اسيل بتقوله ان هي عجباها. فيزن بيقول لها ان هو هيروح يخسل وشه. وبيفضل يبص عليها من بره القوضة بيكون قلقان جدا. ودي كانت سريعا احداث الحلقة الاثنين وثلاثين من مسلسل الخائن. استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.